اتخذت الدولة خطوة جادة وفاعلة لتطوير صناعة الغزل والنسيج يأتي هذا مع اتجاه الدولة لتوطين الصناعات المختلفة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة اهتمام كبير توليه الدولة بقطاع الصناعة الذي يعد من ركائزها الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين أداء الاقتصاد ومن هذا المنطلق تحظى صناعة الغزل والنسيج بأهمية كبيرة باعتبارها الصناعة الأشهر في مصر منذ القدم صناعة الغزل والنسيج تعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية في مصر بعد الصناعات الغذائية وتلعب دورا رئيسيا في تشكيل اقتصاد المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت الدولة خطوات جادة وفاعلة لتطوير تلك الصناعة الهامة وعلاج التحديات التي تواجهها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها خطة الدولة لدعم صناعة الغزل والنسيج بدأت بالاهتمام والتوسع في زراعة القطن وتحسين جودته فتضمنت الجهود استصلاح أراضي جديدة لزراعة القطن واستنباط خمسة أصناف جديدة منه وتسجيلها لتصل الانتاجية من ثمانية إلى عشرة قنطارات للفدان الواحد فضلا عن تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين وتم تحديد وسعر الكنطار لموسم 2024-2025 بعشرة آلاف جنيه للقطن في متوسط التيلة واثني عشر ألف جنيه للقطن طويل التيلة جهود الدولة لم تتوقف عند هذا الحد بل عملت كذلك على ميكنة محالج القطن لإنتاج بآلات قطن خالية من الشوائب مع مضعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف وفيما يتعلق بشركات الغزل والنسيج عاملة الدولة على تطويرها فتم دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات تعمل في بجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة بالإضافة إلى تقديم كافة الإمكانيات لها بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج كما تضمنت جهود الدولة إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل 65 مصنعا بالشركات التابعة في مختلف المحافظات علاوة على توريد مكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية فضلا عن تأسيس شركة للتسويق منتجات الغزل والنسيج محليا وخارجيا وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات هي خطوات إنعكست بشكل كبير على تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر وإعادتها إلى مسارها الصحيح بعد سنوات من التراجع